أصعب أنواع الرسائل اللي بنستقبلها هنا في البرنامج لما يكون صاحب الرسالة عمل مشكلة أو تصرف غلط تصرف مفيش فيه رجوع ويبعت يسأل عن حل طب ليه ما سألتيش وجربتي تروحي لأهل النصيحة من الأول قبل ما تعملي كده يا شادي ليه ما حطتيش كل احتمالات اللي انت خايفة منها دلوقتي حطيها قصادة عنيكة كده قبل ما تسمعي الكلام أمك وأختك وجدتك زي ما بتقولي تخبي على جوزك حاجة مهمة زي دي ليه ما فكرتش تسأليه دكتور حد الموصوق فيه مشاكل وأضرار الختام طب بقولك إيه طب هو هيأثر على البنت طب هو إحنا صح هو إحنا غلط طب هو ما بيقولوا لأ ليه حتى طب جوزك بقى اللي انت خايفة من رد فعله دلوقتي طب صاحة بنتك أنا ده اللي غيزني بجد ده اللي مزعلني بجد مستقبلها ده ربنا إدهلك أمانة هتحاسبي عليها وعلى كل كلمة وكل فعل بتعمليه معاها ما سمعتيش عن بنات ختنوها بالغلط على إيد ناس مهملة مشرت بس كده ولا هما ده كترة ولا هما متخصصين وماتوا ما سمعتيش عن ستات بتعاني في حياتها الزوجية بسبب غلطة زي دي دمرت أنصتهم كلها حكمت عليهم بالتعاسة طول العمر بيطارن هو يتجوز عليها عشان مش مرتاح ومش مبسوط طب ما سألتيش نفسك ليه الدولة بتعمل حملات توعية ضد المخاطر ختان البنات وكمان دول مش عايزين مصلحتنا طب في الحقيقة بعايز أولك على حاجة على قد ما أنا بتعطف مع كل حد بيبعط لنا مشكلته باحترم صراحته ببقى حنينا عليه على قد ما بجد زعلنا بحزن لما استنى أنه خلاص الفاس وقعد في الرأس زي ما بيقوله وبعدها يقولي الحقوني شفتي في الحلقات اللي فاتت مشكلة نسرين اللي أهلها عملوا فيها كده وأنا مبسوطة إن الكلام ده زي ما قلت قبل كده نوم موجود على قناة مصر الأولى القناة اللي الناس بتشوفها الناس البسيطة ودول اللي يهموني الناس البسيطة ممكن تكون ماخدتش قدر كافي من التعليم الناس البسيطة اللي ممكن يكون بنسبة لها الكلام ده بتسمعوا الأول مرة ممكن يكون ما بتفرجوش على التلفزيون بيتفرجوا علينا بالصدفة بيشوفونا في البلد بيشوفونا هنا بيشوفونا هنا في أي محافظة كانت يتعلموا مننا يتعلموا مننا ما كنتش عايزون يتعلموا على إيدك يا شدي يا تخيالي يا ما كنتش أتمنى إن أتكلم في حاجة زي دي معيني من يوم ما اشتغلت الشغلانة دي والله كنت حلفة لأحارب موضوع زي ده سمعت يعني كم بنت ختنوها غزبا عنها تلات معقدة بتكره الرجالة بتكره الستات بتكره الأطفال وكانها دنيتها قالت إنها حتى بتفكر تحط سم في الأكل اللي خطبها إنها لما تتجاوز مش عايز تخلف وشوف ما تعملش كده في عيالها تم متخيلة الختان غزبا عن بنت ممكن يوصلها الفين يعمل فيها عقد نفسية للدرجة دي إذا كان القصة خلاص حصلت خلاص ما ينفعش نرجع بالزمن يعني مش كل ما تكبر اللي حصل مش هينفعنا منعها خليني أقولك إن أهم حاجة في الوقت الحالي إننا إن إحنا فعلا نفتح عينيه الناس كتير بيشوفونا وبيسمعونا دلوقتي جاهز كانوا بيفكروا إنهم ما يختنوا بناتهم زي ما أنتم بتعملوا في بناتكم في دراسات كتير تعملت عن خطورة ختان البنات قالت إن الختان لي ست أضرار لازم كل الناس تعرفهم كويس عشان نلحق بناتنا قبل ما تحصل الكارثة دي ده ممكن يعمل البنت أزمة نفسية يخليها عندها فوبيا عقدة من الجواز لدرجة إنه ممكن تكره الجواز أصلا تبقى مش عايز تتجوز وتي عايزة تعرف فيها مش عايزة حاجة خالص المشاكل دي بقى هتنعكس على نفسية الجزء هلقته بمراته هتتأثر لحد ما يسيبها أو يبص بره وشفتها في رجالة كتير اتجوزت على مراتاتها واعرفهم شخصيا في مخاطر كتير على المدى القصير زي إن هي يجي لها نزيف يا حبيبتي نزيف حاد تبقى موجوعة جدا لتيجة إن البنات بتتخطن ما بياخدوش دوة مسكن عشان يخففوا القلم قبل وبعد طب ليه في خطورة مثلا أنت تعرض للأمراض المعدية زي أي فيروس ناصر منع البشرية الـ HIV بسبب أن تستخدم أدوات غير معقمة الصدمة العصبية طيب إن البنات ما بتبقاش فهمة إيه اللي بيحصل وإيه اللي هما فيه طب ليه وغالبا ده بيتم فين بيتم إنهما بيكتفوهم وده اللي أنا سمعته وسمعته من كذا حد يعني في محافظات تانية أو البنات اللي بتيجي تساعدنا كتفوهم ومين اللي بيكتفوهم أعرب الناس ليهم يعني تبقى أمك وخالتك اللي مكتفينك وبيعملوا فيك كده مش هتفقد فيكو الثقة معقول وآخر حاجة من الست أضرار الوفاء لقدر الله بسبب النزيف أو إنه يجي لهم وللأسف الباحثين مش قادرين إنهما يرصدوا طبعا عدد البنات اللي توفت بسبب الختان لأنه عمره ما حدا يقول نتيجة الأهلي اللي بتخبي ومش بتبلى ليه يا عمد بيت راحت إنه إحنا كمان عشان ما يتعرضوش للمسئولية حاب أقول لكل اللي بيسمعونا أو بيشوفونا إنه في سنة 2008 اتعمل تشريع بيجرم ختان البنات في مصر من خلال تعديلات على قانون الطفل وقانون العقوبات وفي سنة 2016 تم تشديد القانون بشكل أكبر وتشديد العقوبات وصلت للسجن من خمس لسبع سنين لكل حد هيرتكب الجريمة دي ولسه بيرتكبها ممكن العقوبة توصل لخمستاشر سنة لو أدى ختان البنات ده لموت الضحية ضحية وعمل فيها عاية مستديمة لقدر الله سمعتي معانا كلام دكتور أحمد في الفقرة اللي فاتت يا شادية حاولي تعملي بي أنا حتى مش عارفة نصحك نصيحة مش عارفة أقولك تقولي ولا ما تقوليش مع أنكم يعني عارفة الأغلبية بيستنوا رأيي في الآخر إن أقولكوا رأيي وإن أشارك حتى لو بقدر أدى كده في البرنامج من خلال اللي شفته في الواقع حتى لو كانت خبرة أدى كده برضو بس أنا عطلانة ومتدايقة وما كنتش أحب أن أطلع متدايقة كده والله يا العظيم وحتى لما عادت ذاكر القصة كذا مرة قلت عارفة سيطر على مشاعري عارفة سيطر على منفعلاتي مش قادرة مش قادرة لسا بتعملوا كده في بناتكم لك أصل بعفها بتضم الله مستقبلك كل ما تربيها ربيها أحسن ما تعفها لأنه العيب هيبقى في ربيتك أنت مش فيها تزعلوش مني مش هو دا الحل بس هستنى منك يا شادي يا رسالة تانية طب منيني فيها عملتي إيه هستنى من كل اللي تفرجوا علينا وسموا قصة شادي يبعطونا رأيهم على فيسبوك وتويتر وإنستغرام واتساب عشتوا أحدث نفس القصة دي ولا لا لسا في بنات بتعمل كده أصدر لسا في بنات بتعمل فيها كده من أهليها هستنىكم في حلقة جديدة وقصة تانية وأبطال تانين في قصة حقيقة باي باي